اهلا بكم مشاهدين الكرام في اولى حلقات برنامج نغم يمني في باريس واللي بنقدم من خلال الثغطية تخليكم تعيشوا معنا لحظة بلحظة حفلتنا الثالثة نغم يمني في باريس في كل اسبوع بنعيشكم في رحلة ممتعة ومشوقة بتشوفوا كيف يشتغل فريقنا من أجل تقديم أفضل فن لكم وللعالم وأيضا بنقدم معلومات شيقة ومفيدة وللقاءات حصرية مع أهل الفن وحول الفن وأيضا مع نجوم حفلتنا نغم يمني في باريس طبعا رحلتنا مثل كل مرة من اليمن حيث ننطلق منها بروح معنوية عالية حاملين معنا فننا وتراثنا إلى كل بقاع العالم ومع فريقنا كانت الرحلة شوية متعبة ايش رأيكم تعيشوا معنا هذه التفاصيل يالله بله تجمعنا اليوم في تريم من مختلف أنحاء البلاد علشان نسافر إلى المملكة العربية السعودية واللي بتكون محطتنا الأولى قبل ما نسافر إلى عاصمة الثقافة والفنون باريس واللي بتكون محطتنا الثالثة في مشروعنا مشروع السنفونيات التراثية طبعا ومثل منتم عارفين كانت محطتنا الأولى في العاصمة الماليزية كوالا لنبور في العام 2019 والمحطة الثانية في العاصمة المصرية القاهرة في العام 2022 كثير من اللي تشوفونهم الآن كانوا معنا من أول حفلة وهم اليوم يواصلون النجاح معنا بروح معنوية عالية مش كذا وبس أيضا انضم إلى فريقنا المزيد من الموسيقيين والفنانين الرائعين معنويات إن شاء الله علي يا الله متوفيق إن شاء الله وطبعا رحلتنا اليوم جمعت الفريق كامل بعد غياب طويل وشعور بالشباب اللي لتقي بهم الشباب اللي لتقينا بهم التفررولة يعني مش تاجي لهم وعشان كذا كان لابد من ترحيب حار ببعضنا رحلتنا إلى السعودية بالبر كانت طويلة لكن طبعا فريقنا فنان والفنان يعرف كيف يكسر الملل موسيقى طبعا مش طول الرحلة بنجلس نغني في النهاية كان كل واحد له طريقته في تمضية الوقت الطويل أثناء السفر سواء بالبر أو بالجو بس يترى إيش هي الصدق يعني نوم لما كنا في السفر أشغل نفسي بالنوم بس ولو في أكل صحيح النوم دي رقم واحد نعم مميز النوم رقم واحد عند الكثير من الناس أثناء الرحلات الطويلة ومع ذلك مثل هذه الرحلات تخلي الواحد يختلي بنفسه ويفكر كثير خصوصا لما يكون عنده عمل وارتباطات كثيرة لازم يرتبها قبل ما يسافر مثل فريقنا اللي يكون دايما عنده عدد كبير من الارتباطات من أعراس وغيرها أنا رقبت أعراس كلمي أعراس غيراتي وبعدين قلق من هذا بعض العراس يقول لك أنا ما أشتك الله عنده وليش ما أتكلمني من بحين وضلعوا كلهم تماء الحمد الله ما القلق هو قلس القلق نعم لازم قلق لو كان مثلا دي حين كنت في هنا وكن مع أي حاجز هناك ومرتبه ومستاصط عليه الأموره وقلقان من يوم تحركت من البلادي لحد إنه ما انتهاء اللي قبل يومين ومثل ما تسببت الارتباطات بقلق خالد وآخرين وقدروا يرتبون أمورهم ويركزون على الحفلة القادمة فإن أجواء السفر ممكن أيضا تقلق عازفنا عبدالله جمعان واللي استعد لها من خلال تجهيز احتياطات لكل شيء من أدواته لحد أنه أنت تتنقل من المنصقة إلى منصقة فاليو قد يكون له عامل أساسي في التغيير المناخي للمزمار يلعب دور من حيث أنك أنت بتنتقل من المنصقة قد تكون المنصقة هذه يفاف تنتقل إلى منصقة ثانية يعني رطوبة ومرطوبة فهذه لها تأثير على المزمار فنحن نكون يعني بنعد بنعد الأشياء هذه احتياط التقلبات اليوم عازفنا القدير عبدالله جمعان عنده روح مرحة وهذه الروح تطوي مسافات السفر الطويل بلا شك خلال الرحلة يعني قد نشغل المنفوسنا نحن بنوع من النوع الثرفية واللوكت وقد نعجف بعض من الفقرات المسيقية علشان نتخفف ألام التعب والطريق بعد يوم طويل وصلنا أخيرا إلى الرياض المكان اللي بنجلس فيه شوية أسابيع من أجل إجراءات السفر إلى فرنسا وأيضا القيام بالتدريبات اللازمة ومثل كل مرة يقدم فريقنا مثال جميل في الانسجام والعمل بجهد من أجل تقديم أفضل ما عنده وإسعاد الجمهور وتقديم فننا بأفضل صورة ممكنة الانسجام الحمد لله هو يعني عندك أنت كعازف لما تكون حافظ شغلك برضو ومعب في شيء يقلق عليك خلاص أنه يبدأ الانسيام يعني لما تكون حافظ شغلك وتكون مرتب نفسك خلاص يعني بدون شعور الحمد لله يعني شيء من الهم ينزل منك وتكون هذا يعني نقول موضوع الانسيام اللي يكون بيننا وبيننا الحقيقة ما هي الصعبات نحن كدنا نعتبر أسرة واحدة ونبغى نقدم شيء أعمال زين وشرف نحن وشرف المحافظة وشرف اليمن بشكل عام فلازم نحن نجتهد أكثر يعني حتى نحن ندخل مع الجماعة همانك وناس أوروبيين ما نفهم من الغتهم ولا نفهم بيه بس لهم يكون نحن أقوى بيجتهدنا بعملنا بهذا السفر الطويل والتدريبات المكثفة وطول فترة التحضير كلها أشياء تخلي الواحد يعيد التفكير في اللي يعمله وهل هو على المسار الصحيح أو لا لكن لما يكون الهدف واضح والغاية سامية فإن كل المصاعب تكون في نهاية الرحلة ذكريات جميلة وتخلي الواحد يطير من فرح الإنجاز أو يصيح بأعلى صوته من شدة الفرح وهذا الشيء اللي بيعمله الإيقاعي علي أمان أيوه قال بيصيح ففجأة يجون ليقولوا لي معك رحلة إلى باريس تمام؟ فقلت له إن شاء الله أول ما أوصل ونخرج في جولة سياحية ونطلع في البرج وأصيح بصوتي كله يا ترى هل بيعملها علي أمان وبيصيح من أعلى برج إيفل لما نوصل فرنسا هذا اللي بنعرفه في الحلقة القادمة أما الآن فخلونا نعرف أكثر عن مشروع السنفونيات التراثية هذا الفريق اللي يكبر يوم بعد يوم ويواصل تحقيق النجاحات سنة بعد أخرى من خلال فقرتنا التالية البداية كانت شاقة مثلها مثل بداية أي شيء آخر في الحياة والحسن الحظ يحس الإنسان بعد الإنجاز أن مشقة البداية كانت ممتعة وغالبا يتذكرها بابتسامه نحن في السنفونيات التراثية كانت بدايتنا هنا في حضر موت المكلة مدينة غارقة في الفن مثلها مثل مدن كل اليمن مدينة يشتاق لها كل عاشق وبعدها شاق لكن كيف لو أخذنا فننا معنا وارتحنا به في كل مكان هذا اللي عملناه بالضبط في أول حفلة من حفلات مشروع السنفونيات التراثية والذي يهدف إلى تقديم فننا التراثي إلى العالم بطريقة جذابة وممزوجة بالموسيقى الأوركسترالية أول حفلاتنا كانت في ماليزيا في قصر الثقافة قاعة استانا بوداي بالعاصمة كولالنبور وكانت في العام 2019 وبعنوان الأوركستر الحضرمية كانت تجربة فريدة ومشجعة رغم الصعاب التي واجهت فريق العمل خلال السفر الطويل والترتيبات الخاصة بالفرقة والمسرح والتأليف الموسيقي وغيرها من التحديات التي غالباً لا يلاحظها المشاهد أو المستمع للموسيقى الصداء الذي أحدثته حفلة ماليزيا كانت كبيرة للغاية ولفت نظر الإعلام والناس في الداخل والخارج إلى هذا الفن من زاوية مختلفة زاوية الفن العالمي القادر على التجديد وهذا الذي شجعنا على تنفيذ حفلة أخرى والتي كانت على مسرح دار الأوبرا المصرية في القاهرة في العام 2022 كانت الحفلة بعنوان نغم يمني على ضفاف النيل وكانت المقطوعات الموسيقية أكثر تنوعاً من حيث الألوان الموسيقية وحتى كانت معنا مقطوعة يمنية مصرية خاصة بالحفلة حفلتنا التالية في باريس لكن ليش باريس؟ وليش صمدنا رغم كل التحديات؟ هذا الذي سنعرفه في لقاء خاص مع الماسترو محمد القحوم ومع الزميل مونير بن وبر ياهلا وسهلا من جديد محمد محمد نحن بدأنا مع بعض في 2019 في ماليزيا ثم انتقلنا إلى القاهرة والآن في باريس كثير من الناس يخطر على بالهم السؤال ليش باريس؟ إيش اللي يحدد الوجهات اللي تذهب إليها؟ شوف عشان اكون معاك صادق وانتي ممكن انت تعرف هو أولاً تيسير أمور لوجستية تتيسر أمور معينة عوامل معينة تتيسر انه هي الحفلات تقام في البلد اللي نحن نروح لها ولكن ما أخفيك ممكن تكون تعرف كنا من أيام ماليزيا كنا نتمنى انه تكون وجهتنا القادمة أوروبا وجهتنا القادمة أوروبا لأنه مشروع موسيقي وفني وتراثي مهم جداً يكون له بصمة كويسة في أوروبا وإن شاء الله يتمهم على خير إن شاء الله طيب الحفلة الأولى كانت طابعها حضرمي تقريباً خالص ازداد التنوع بعدين في حفلة القاهرة كانت أكثر ألوان أكثر تنوع ازداد التنوع للحيل في حفلة ها يتكسبه بأجابة والسؤال وإيش الجديد الآن بحي باريس طيب ما يزداد التنوع الآن في الحفلة الجاية اه شوفوا نحن عايشين في بحر صراحة في بحر من الألوان يعني فألا لا المرة أكثر تنوعاً من حفلة القاهرة صحيح ما بنقدر طبعاً نشمل ولا بنقدر نغطي أنت تشتغل في بحر زي ما قلت لكم الألوان ولكن فيه ألوان جديدة فيه ألوان لأول مرة بتقدم بشكل أوركسترالي فيه ألوان ما تتخيل في بال حد أنه ممكن هذا اللون في يوم من الأيام ممكن يكون أوركسترالي ويقدم في دار أوبرا عالمي بحجم مغادور هذا يدفع على سؤال الثاني كيف تختار الألوان؟ لأنه في عدة ألوان تختارها من كل مكان شوفوا أهم نقطة بعيداً عن التفكير حياناً تكون نفسك في لون معين أول سؤال كيف تقدمه؟ هل عندك الفريق الذي يقدر يقدمه ويطلع حياناً تقول والله أنا بغاية اللون الفلاني ولكن ما عندي فريق يقاعي مثلاً يؤدي هذه الألوان بشكل كوي أو ما عندي فنان اللي بيقدر يطلع مع أوركستر ويكون بروفشنال جداً وما بيتلخبط لأنه وضعنا في الأوركستر ليس كذلك وضعنا بشكل عادي نحنا قدمي شيء لازم الفنان يحسب ولازم يكون عنده خبرة بالموازير فأول سؤال عشان أقدم لون؟ أولاً هل في عندي حد بيقدم لي بالشكل اللي أنا بغيت بقدمه؟ واحد ثانياً هل في عندي مراجع كافية بأنه بقدم حاجة من عمقها لأنه ما أخذ لون كذا وأقدمه وخلاص لازم أدرس اللون أغوص فيه بالأول أفهم تفاصيله وين نقاط قوة وين نقاط ضعفه وين الناس اللي بيدلون على هذه الأشياء لأنه في النهاية حظرمي تماماً فيه ألوان أتقنها لأنه محتك بناسها لكن مثلاً فيه ألوان أنا ما أنا محتك فيها فمحتاج حد يكون في هذيك البلد يفهمنا يتكلم بنفس منطقي العلمي يعني عنده خلف خبرة بالبرامج وكذا بعد أنه يفهمنا إيش أزمنت الإيقاع طيب لو أنا بسوي كذا هل فهي أول عامل إنه كيف بأدي ثاني عامل هل في عندي مرجعيات رجع لها ثالث عامل إنه تمام خلاص بعدين نشتغل طب نحن من بداية من ماليزيا يعني نلاحظ في بعض أعضاء معك أو موجودين في ماليزيا موجودين في القاهرة وسوف يكون موجودين في باريس يعني أي شيء اللي يحدد معايير اختيار الفريق وإيش اللي يحدد بقاء البعض ودخول بعض جديدة المقطوعات المقطوعات أنا ألفت مقطوعة ما تحتاج المقطوعة أكتب والله هذه المقطوعة محتاجها إيقاعيين يدقونوا اللون الحضرمي أوكي إذن محتاج أنا أربع يقنت يدقونوا الحضرمي ما أيضا محتاجه أوكي محتاج عازف قانون عازفناي عازف كذا أضع أنا خانات أعمل زي ما تقول بعدين كل المقطوعات إجمالي كل مقطوعات هاي اللي محتاجه على ضو أختار أنا والله الان هنا محتاج عازف عود إذن فلان فلاني أفضل عازف عود وممتاز بيضبط معاين وعندي كل واحد بديل لو إذا ما وافق ما ضبطت معانا البديل عازف ايش عازف مثلا فعليا في بعض مقطوعات الآن مثلا في حفلة باريس في ناس ما يعني ما لهم مقطوعات معينة فما بيكونوا موجودين وفي ناس بالعكس بتشوفوا وجوه جديدة وهذا هو الأساس في اختيار الناس اللي بيطلعوا المسرح احتياج المقطوعات طبعا يا محمد عندما نجزء من الفريق نلاحظ أن المشروع يمر بمراحل طويل قبل ما نطلع على خشمة المسرح ايش أصعب مراحله في كل هذه المراحل اللي قد تمتد أشهر حتى شوفوه يمر بمراحل معينة بس أصعب مراحل ممكن تقول هي مراحل نحن فيها شوف نحن فريق فني أنا كمحمد وأعتبر فنان أكثر من أننا إداري إشكالية المشروع أنه نحن نقوم بدورين مع بعض يعني أن تقوم أنت بدور فنان يعني عليك ضغط أنك تتألف مقطوعات وتبعاتها يعني لازم تكون مقطوعات كويسة دارسها كويس هذا بحد ذاته حمل كبير يعني رهيب وكيف تدمجها بشكل كويس بالإضافة إلى حمل آخر وهو حمل إداري أنت كمدير المشروع لازم تتابع الأفريقا وتتابع الموازنات وتتابع تفاصيل الأمور كماشية فالموضوعين ذلك لما تخلطهم مع بعض يدمروك تروح فيها تروح فيها فعليا فتمر بمراحلة صعبة أنت محتاج تروق عشان تألف وفي نفس الوقت عندك مشاكل إدارية لازم تحلها هذا تحدي صعب أمام هذا التحدي أي شيء يبقيك أو أي شيء يلهمك أنك تستمر رغم كل التحديات والله أنا لقب كم يام أقول ندخل في مشاكل مشطبيعية أول ما أرجع للمقطوعات أحس دمك أيها أرتاح جدا بأن بكرة هذه المقطوعات تحسها مثل ولدك تربيه بكرة بعد أنت بتشوفه قدام الناس بتشوفه الناس بتقدمه للناس فهذا الشيء إلى حد إمام يعني يعني جابر ونقطة أهم من ذلك أيضا يا أخي الرسالة تشعر أنك أنت تقدم رسالة جيدة أنا لم أقعد أخدم نفسي كمحمد ولا أقعد أخدم فريقي نحن أخدم رسالة أننا نحاول أن نقدم بلدنا بشكل جيد في ظل الوضع الصعب الذي تعيش كل البلد فيه يحاول أن ينقل صورة جيدة عن بلده يقدم مواهب بلده بشكل جيد يقدم فنون بلده بشكل جيد فهذا بحث ذاته والله أنا قعد أقول لي يا أخي مستاهلة ليه أنا أحط نفسي في كل ذا الضغط في كل ذا الهم والغم اللي أنا فيه أنا مؤلف موسيقي كويس وشغلي شغال بشكل كويس ما أنا بحاجة أنه أحط نفسي تحت ضغط زي كذا بعدين رجعت أقول لي أخي يعني ناس معولة على مشروعك ناس لازم فتضطر تحس هذا الشيء مثل الطبطبة يعني أنه هي الطبطبة لك أنك أنت تستمر طيب الآن يا محمد بين مانيزيا ومصر وفرنسا نلاحظ أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة هل هذا يعني أنه الشعوب غير العربية أو الدول غير العربية أكثر تعطشا للفن اللي بتقدمه؟ لا شوفوا فيه فيه حاجة حلوة يعني عملنا عملنا زي ما تقول توازن الناس كانت تشوف أنه الأوركسترة حاجة هذه غربية ما حد يحبها كذا تجل تسمع أوركسترة ما حبوها وألوان العربية بحثة بشكل البحث يعني يحبوها الناس كثير خطة المشروع وين يروح؟ هذه لها عوامل أخرى بس فعليا واللي ممكن الناس ما تعرفوا الآن صار عندنا طلب كثير في دول العربية نحن نعمل حفلات فيها بشكل تجاري بحث يعني حتى في حفلة بعد أسبوعين من حفلة باريس في بلد عربي فمن الأشياء الجميلة برضو أنه المشروع لا الناس العرب يعني أدينا رسالة اللي كنا محتاجين نوصل لنا من هو أوركسترة بحثة ولا هو التراثي بحث هو مزج بين الحاجتين الناس صارت تشوفوا بشكل حاجة جديدة وتستمتع فيها ما له علاقة بعوامل سير الحفلات ممتاز هذا بالنسبة للجمهور العربي مثلا بالنسبة للجمهور المحلي نحن كنا جزء من الجمهور المحلي دائما نسمع الناس يقولوا طيب الآن نحن في حرب في صراع ومحمد ديالس هو الموسيقى حقه هذا الشيء تردد في الشارعك ايش تعليقك على هذا الشيء؟ أنا متفهم صراحة متفهم الناس قاعدة تعيش وضع صعب جدا ولكن بالعكس في الوقت الحالي في ظل السواد اللي موجود هذا عندنا في ظل الكآبة اللي موجودة في ظل الإحباط اللي موجود محتاجين برضو رسائل أمل نبعثها أولا نحن نوجه رسائل للخارج أن نحن أهل سلام من الناس كلها تشوف خبارنا في التلفزيون حرب ودمار وقتل توقع أن نحن كذا وهذا ينعكس على تعاملهم معنا خارجين وتلاحظ يعني فلما يشوفوا أولاً رسائل كويسة من الداخل من الناس أن نحن أهل سلام نحن عندنا فن نحن عندنا إرث هذا أول رسالة ثاني حاجة رسالة للداخل يا شباب هذا بمثال واضح للمشروع شباب بحد ذاتهم كيف قدروا يوصلوا للناس فهذه رسالة لا تحبط طالما تقدر تعمل شيء كويسة تعملوا، تعملوا، تعملوا فيه إذاً نحن نفكر بذلك المنطق إذاً لا نتزوج ولا نضحك حتى لا يوجد شيء في حرب لا يوجد شيء طيب يا محمد لاحظوا أن المشروع عمل ضجة فعلاً لفت نظر الإعلام، العرب وحتى غير العربي بدأوا يتكلموا ما الذي يدفعهم؟ ما الذي لفت نظرهم للمشروع؟ هل هو لأنه جاي من بلد حرب مثلاً؟ هل هو لأنه فيه شباب طلعوا على المسرح؟ أولاً هو بشكل عام الفن اليمني محبوب ليس لأنه يمني لكن من خلال ردات فعل للناس عندما دائماً أسافر مكان الناس لا يعرفون الفن أبدان من أول من أيام دراستي في الأردن وهي اللي أصلاً جابت لي الفكرة ذي هذا الشي اللي قاعد يصير فأنه أولاً هو فن محبوب يحبونا يحبوا يجتمعولو واحد ثانياً الخلطة اللي نحن عاملينها هي خلطة خلينا نقول يعني ممكن تكون كويسة جميلة يعني بتقدم فننا بشكل جديد ما قد شافوه من قبل له أوركسترة ولا له تراثي بحث بشكل جديد هم يشوفوا في أنه وبرضو صراحة نجتهد نحن نحاول بقدم أن نقدر يعني نحط في أسس موسيقية صحيحة جداً يعني نهتم بتفاصيل كثيرة عوامل جمع بحيث أنه نحاول قدم أن نقدر نقدم فننا بشكل كويس يلفت نظر الناس ويوصل رسالتنا هذه هي رسالتنا نحن فعلياً هذا اللي نشتغل من شانه نحن نقدم فننا بشكل كويس للعالم يشوفوا هذا الشي اللي عندنا كيف هو يعني كالعادة مثل أي لقاء شكراً لكم جمودكم الجبارة اللي قاعدين تبدو حي الله العفو إذا كنا اليوم رايحين فرنسا علشان نقدم فننا للعالم فالسبب إنه فننا بالفعل ملفت للنظر ويستحق أن يكون له حضور عالمي والدليل إنه كثير من الأجانب اللي زاروا بلادنا شدت انتباههم هذه الفنون اللي نتعايش معها كل يوم خلونا نعرف أكثر في الفقرة التالية مع الزميل محمد علي من بريطانيا إلى اليمن محتاجين نحكي اليوم حكاية السيدة دوروين إنجرامس هذه الامرأة اللي اهتمت بتوتيك كل شي صار معها في زيارتها إلى جزيرة العرب وتحديداً عندما مرت بحضرموت ومدينة الشحر في مدينة الشحر قامت السيدة دوروين إنجرامس بنقل كل مشاهدته في البحر لأن في البحر سمعت تراث شفهي وفن يمني جميل جداً احتاجت أنها تحكيها لنا بهذه البساطة تقول داروين إنجرامس في الصباح وصلنا إلى ساحل البحر في مدينة الشحر وهناك أعجبتنا زرقة المياه والرمال الذهبية على الشاطي ولما كنا قريبين من البحر سمعنا صوت غناء جماعي اقتربنا منه وتتبعناه قدر الأمكان والنتيجة أننا حصلنا مجموعة من الصيادين كانوا يسعبون إلى الساحل شباك مليانة بالسمك ومش كذا بس كانوا يغنون من كثر الفرحة ومن حقهم طبعاً لأن رحلتهم البحرية توجد بفضل الله بالنجاح والدليل السمك الموجود في الوعاء وعلى فكرة ما كان هذا بس وصف السيدة إنجرامس كانت هناك إضافات وبالإضافة إلى هذا الوصف اللي وصفته السيدة داروين إنجرامس برضو فيه شي جميل جداً ذكرته ذكرت أن الإيقاع المتعلق بهذا الغناء يتغير بناء على حركة الشد يعني الصياد لما يشد الشباك كل ما كان شده أسرع كل ما كان رتم الغناء أسرع والعكس صحيح طبعاً هذا تقريباً كان وصف السيدة داروين إنجرامس لهذا اللون أو الغناء البحري بقت حاجة واحدة بس بقى أنه نسألكم إيش من لون من ألوان التراث البحري أو الغناء البحري اللي قاعدة توصفه لنا السيدة داروين إنجرامس وبرضو هل ما يزال يمارس في حظاموت محتاجين نسمع آراءكم في التعليقات شاركونا وإلى اللقاء الموسيقى لغة عالمية وحمامة سلام تسافر من بلد لآخر ومن ثقافة إلى أخرى دون أي قيود ومثل ما سافرنا اليوم إلى فرنسا لتقديم فننا اليمني فقد سافر قبلنا آخرين في رحلة لا يزال تأثيرها إلى اليوم المزيد في الفقرة التالية والأخيرة من برنامجنا شايفين الطرب الشرقي اللي تحيا حفلاته في الغرب؟ ولما تشوفوا مطرب يعزف على آلة العود في إحدى الساحات الأوروبية هذا يعني إيش؟ هذا يعني أن الإنسان في الحقيقة ما هو إلا امتداد لفنان هاجر من جزيرة العرب إلى غرب الكرة الأرضية وبالتحديد إلى أسبانيا الأندل السابقين يوم ما كانت أمور الحكم بيد العرب المسلمين هذا علي بن نافع الموصلي واللي يلقبونه بزريابة لحظة يعني إيش زريابة؟ علي بن نافع الموصلي شخصية تمتلك صوت جميل وبشرة سمراء لهذا شبهوها الناس بطائر الزرياب اللي يحمل نفس الصفات واليوم اسمه متداول بكثرة في كلام أهل الفن مش هذا وبس أيضاً بتلاحظون آلة الطرب العود مكتوب عليها زرياب هذا لأن صاحبنا زرياب هو الذي أضاف الوتر الخامس لآلة العود بعد ما كان عدد أوتارها أربع أوتار وشوية شوية بدأ يفكر في تعليم أهل أسبانيا والأندلس كيفية العزف على آلة العود لكن كيف ومن فين بدأ؟ في مدينة قرطبة بالأندلس قام زرياب بتأسيس معهد زرياب للفنون الموسيقية وكان وقتها أول معهد يهتم بتعليم الموسيقى في بلاد الغرب وبسببه حصل تأثير كبير للموسيقى الشرقية على الموسيقى الغربية مما ساهم في المزيج الموسيقي بينهم في قادم الأيام من اليمن إلى ماليزيا إلى مصر إلى السعودية يمر مشروع السنفونيات التراثية بمراحل مختلفة ويصنع نجاحات أكثر وأكثر الآن موعد ختام حلقتنا الأولى من برنامج نغم يمني في باريس وهذا ما يعني أنكم لا تعيشوا تفاصيل أكثر عن رحلتنا لأننا عملنا لكم تغطية أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر لكم أسفل الشاشة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر